الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله اقام الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد فشهر رمضان هو شهر الجود والقرم من فطر فيه صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء ومن ادى نافلة فيه كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الكرم بكل معانيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اقود الناس وكان اقود ما يكون في رمضان وقد حثنا ديننا الحنيف على الانفاق في سبيل الله فقال سبحانه مسأل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمسأل حبة انبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فسنتين عجل اتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق اي على انفاقه في الحق وعجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ويقول صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر عجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله عز وجل فيه حقه فهو بارفع المنازل اي باعلاها عند الله عز وجل وعجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فقال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الا تصدقت وانفقت واعطيتها وصلت احب فهو بنيته فاجوهما شواه والثالث عجل اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل لله فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقه فهو باخبس المنازل وعجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما فقال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزعوهما سواء المال مال الله يقول الحق سبحانه وآتوهم من مال الله الذي اتاكم ثم ماذا نحن نحن مستخلفون على المال حيث يقول حق سبحانه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فمن احسن الاستخلاف من احسن الاستخلاف طاك الله له في ماله في الدنيا وجعله سبيل الله احمده يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل طمع من كسب طيب وان الله طيب لا يقبل الا طيب فان الرحمن عز وجل يتقبلها بيمينه ثم ينميها له حتى تكون مثل الجبل ويقول صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارسه احب اليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من احد دن الا ماله احب اليه قال فان ما له ما قدم وما لوارسهم اخر ليس لك الا ما اكلت فافنيت ليس لك الا هذا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما عندكم ينفد ويقول الحق سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باقى ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة طاضي الله عنها يوم الاضحى قال لها ماذا بقي من الشجات يا عائشة قال ما بقي منها الا الكتف يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها الا الكتف ما عندكم ينفد وما عند الله باقى وجاءت امرأة عجوز الى الامام الليس ابن سعد وقت جني العسل تحمل كأسا صغيان كأسا صغيان وقالت املأوا لي هذه عسلا فنظى اليها الامام الليس ابن سعد وقال اعطوها زقا وعاءا كبيرا كصفيحة كاملة او نحوها قالوا يا امام لقد سألت كأسا وهي امرأة عجوز قال هي سألت على قدر حاجتها ونحن نعطي على قدر نعم الله علينا نحن نتعامل مع الله وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها اذا تصدقت جاءت بافضل الطيب فطيبت الضاهم والدنانية فقيل لها ان الفقير يحتاج الى الضاهم والدينار ولا ينشغل بالطيب قالت اني اتعامل مع الله وان الضاهم والدينار لا يقع من يد الله بمكان قبل ان يقع في يد الفقير فعندما تتعامل انت تتعامل مع الله وتشكر نعم الله عليك لان شكر المال لا يكون بالكلام ولا بالحمد بالكلام شكر النعمة يكون من جنسها يقول رب العزة اعملوا الى داود شكرا وقليل من عبادي الشكور شكر المال يكون بالعمل وبعض الناس لا يكادوا يستشعر نعم الله عليه في حياته حتى اذا حضرت الوفاة اخذ يقول اعطوا كذا وافعلوا كذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا افضل الصدقة خير الصدقة خير الصدقة انت الصدق وانت صحيح شحيح وانت في شبابك وانت تحتاج الى المال وانت تقيم المشروعات وانت تبني وتعمر ومع ذلك لا تنسى حق الفقهاء عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة انت الصدقة وانت صحيح شحيح بكامل قواك وفي مقتمل العمر والشباب لا ان تنتظى حتى اذا بلغت الحلق وتأكدت انك لا تنتفع بالمال قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام تطعم الطعام وتقى السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومضى شهر الجود يقول الامام الشفعي رحمه الله تسطى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا طاق السماحة من بخيل ولا طاق السماحة من بخيل فما في النار للضمآن ماء وعزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء اذا حلت بساحتك المنايا فلا ارض تقيك ولا سماء فارض الله واسعة ولكن اذا حل القضى ضاق الفضاء ويقول الاخر واذا طلبت الى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم ويقول الاخر تهلل قبل تسليمي عليه والقى ماله قبل الوساد ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم اربعون خصرة اعلاها منيحة العنس ما من عامل يعمل بخصرة منها ارجاء سوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله تعالى بها الجنة ومنيحة العنس ان يعي الرجل جاه يعني انسى العنس ليستفيد بلبنها على سبيل الاعارة ثم يعيدها الي ونبينا صلى الله عليه وسلم كان اقرم الناس جاءه عجل فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين الحديث في الصحي الام مسلم فاجع الرجل الى قوم يقول يا قوم اسلموا يا قوم اسلموا يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وان كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يلبس الا يسيرا حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها الاسلام دينه القرم اما الشح والبقر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فان الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحاء فان الشحاء قد اهلك من كانوا قبلكم حملهم على ان سفكوا دماؤهم واستحلوا محاربهم نسأل الله ان يسرح صدوانا بالجود والقائم والسخاء وان نؤدي حق الفقراء والمساكين وحق الاه وحق الاصدقاء وحق الوالدين وحق الاقارباء ونعطي الحقوق وان نكرم الناس جميعا نطعم الطعام المال ليس الفقراء فقط وانما قسم تتصدق به على الفقراء وقسم تكرم به الاهل والاصدقاء من فطى صائما فتح البيوت اطعام الطعام في هذا الشهر الكريم التوسع على المساكين التوسع على الفقراء نسأل الله ان يشرح الصدوانا لذلك شموس رسول الله في الناس حلقت ونادت على الأحباب ونادت على الأحباب في الصبح والسمر وقالت لهم هذا حبيب وسيد فؤاد من الأنوار والوايد من قام نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى